اشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بنجاح زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين وأكدت معاليها أن الزيارة الميمونة الأولى من نوعها شكلت محطة تاريخية واستثنائية رسخت النهج الملكي والرؤى النبيلة لجلالة الملك المعظم التي تصب في نشر السلام العالمي والتعايش السلمي بين جميع الأطراف والأديان كما أشادت معاليها بالرعاية السامية من لدني جلالة الملك المعظم لملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي شارك فيه علماء ومفكرون ورجال دين ودعاء والذي جسد أسمى صور التعايش والحوار والمحبة بين مختلف المذاهب والأديان ورسخ قيم ومبادئ التعايش السلمي التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين